السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصفة اليوم هي حلوة درتها بمناسبة حفلة المدرسة قلت هكا نعطيكم فكرة على واحد الحلوة اللي جيب بزاف بنينة ومقادرها بسيطة ودرتها لكم بديكور يعني اللي يحبوها الاطفال جربوا هاد الوصفة لولادكم وعلى البالي حت تعجبهم وراكم حت فرحوهم بزاف نروح نشوفوا المقادر وطريقة التحذير باش حضرت الوصفة اليوم في بول حطيت نصف كاس تعزيت ودايمن حجم الكاس ميتين وعشرين ميلي لتر نزيد عليه مية وخمسة وعشرين غرام مارغارين انا جبت هاد المارغارين فلوغيال التعسيفيتال اللي دايمن شوفوني نخدم بها بس كبزاف بنينة هاد المارغارين اني كي ديروا بها القاطو حيجي يكون بنين ماميلا درتوا بها لكخامتانك يخرجوا لكم قوة هاد الباطا فيها خمسمية غرام انا هنقسمها على اربعة نقسمها على زوج ميتين وخمسين غرام هكا على اربعة كل قسم مرهو فيه مية وخمسة وعشرين غرام انا المارغارين لازم تكون طرية باش تجيكم الخدمة سهلة وصغط المبتدئات دايمن ننصحهم قبل ما تبدأوا تخدموا القاطو خرجوا البيض وخرجوا الزبدة من الثلاجة ادعوهم وخلوهم وضعوا 50 قرام فلان 50 قرام حتزوج مغارف مغرين مليح وزيت تاني قرصة ملح نضع مقارسة الملح سوف نضع 1.5 كاس من زج مغرف كبار نضع مقارسة نضع مغرفة صغيرة نضيف المقادر كامل كيف كيف تحبو تخدموه بالباتوغ ولا بالفوي يعني الباتوغ مشي ضروري فهاد الوصفة انا بعد ما ضربتهم مليح نزيد حبابيض مع صفار بيضاء نزيد نخلط المليح بهاد الشكل هنا نقوم بخلطا على الباتوغ نبدأ نزيد في الفارينة سنعطيكم المقدار الفارينة 3 كيسان ومسوح بمسوح ب %. نضيف موقع و الثلاثة كيسان اضيفهم 3 كيسان الوديين ، اعملهم ضربة واحدة بصح الكيس الرابع زيت ساشي خميره كيميائيه الوزن 10 قرام ونطم في هاد العجينه ونزيد الفارينه غير بشوية حتى تولي عندي عجينه اللي تكون طريه بزاف معلول حتبن لكم طريه بزاف ونبعد شوية راهي حتى عاود تشد روحه علش لخطرش مخدمه بالزيت دايماً العجينه تعزيت ديروها طريه على العجينه اللي تكون فيها المارغارين وحدها انا هنالكاس الرابع ماكملتوش والعجينه اللي تحصلت عليها هاي لك فاش تكون ضريه دو كان شكل هاد العجينه كوريه الوزن تهم 30 قرام واذا ما كانش عندكم ميزان هاد العجينه حتخرج لكم 30 حبه يعني كميه كبيره الى ديرتو هاد الحلوه للحفلة واذا تعلمت سيده راح تجي قيس قسم 30 واحد هكاك تكفيهم هنا بعد ما كملت كورتهم كامل جبت هاد ليمول صغار المول العاجيب صغار كامل نشد العجينه نعاود نكورها بين يديا غي شوية وقز ما تسخن برك بين يديا وبعد نشكلها حربوش ونحطها في المول ونمشيها اهنا هاد ليكعيكعات من يجب ان يجوكم عاليين بزاف بس كدي حلوهة اطفال ماشي حنا نديروهم عاليين كي تكون فيهم لا فرص ميكي تكون هكا غي شوية وحدها ديرو الوزن تا 30 قرام حي جيكم هايل نكملهم كامل بنفس طريقة وف هاد الوقت هنمشي على الفرن على درجة حرارة 160 درجة نحط هاد لي مول في سنيوهة وندخلوهم يطيبوهم من تحتها يعني كنشوف العجينة هكا بدا التحمر في الطرف نعود نشعلها من الفوقه ونطفي عليهم وهاد الحلوه مدي مولي وهاش حتى تحسوها بليد فات شوية يعني كنلقاطو يكون سخون وانتم ما تنحوهم المول قادر يتفتت معاكم انا بعد ما كمل طيبتهم كامل وخليتهم بردور نحضر القلاساج اللي فيه 3 مغارف كبار تحليب مع 3 مغارف كبار مزهر و3 مغارف كبار زيت وزوج مغارف كبار عصر ليمون يعني هاد القلاساج اوكم حفظتوه خلاص بس كنا نخدم غير به وكي نحب كمية كبيرة نضاعف هاد المقادر نخلطهم هنا مليح بفوي ونبعد نجيب صفايا هنا لازم نجوز هاد السكخ قلاس وحنا برك ملاحظة شفو هاد السكخ قلاس يوالم باش تديرو به تقدرو ديرو به طليا وكيما تقدرو تسكرو به القاطو تديرو تشارك مسكر ولا اي نوع تاع قاطو حيخرجو لكم هايل جاي لون تعو الشباب مام كي ديرو قلاساجي جيليس ومام يباد هاد القاطو يقعد لكم مدة طويلة طليا مراهيش حد تشقق اهنا حطيت شوية سكخ قلاس وبعد نحرك مليح وبعد نكمل هاد الباكي كامل وانا دات لي باكي وحزوج مغارف كبار معمرين ثم دايما نحطو سكر غير بالعقل وشوفو بسك قادر المغرفة اللي انايا ديرت بها العبر تكون كبيرة على المغرفة اللي انتو ما تديرو بيها ولا تكون صغيرة على المغرفة اللي انتو ما تخدمو بيها معندها العبر تاع السكر قادر يجيكم كيما انا قادر قل قادر كتر اهنا نحرك مليح حتى نحسها بليتقالت كين بزاف يقولولي كينديرو طليا في العرايش ولا فأي قاطو هكا يعني اللي اندار بالطليا يقولولي اجينا كشغل كي تنشف تهبط ويولي لقاطو يبان اللي خرجتلكم هكا ما انتهى الطليا تاعكم راهي خفيفة على هدي لازم ديروها شوية تقيلة اهنا حننحي هكا قسم بسكراني حبه ندير هناش حلم اللون لازم نغلف مليح هاد لطليا تاعي بال بابي فيلم لازمش كامل يتوشيها لهوا هدي نحطها بجيها ونخدمها هدي هدي اللولانيا رح نديرها ملوين ابيضة انا حبتها تجي بيضة هنا الملوين الابيض تاعكم الى كان هادك اللي بان حرش كيتمسوه هادك حلوه في شوية تعمى ظهر وجوزوها لصفاية انا لالا خدمت بنوعية شبه جاي الليس وشوفو طليا تاعي كفشو لالونها ببيض بزاف شباب نبدأ هنجلاسي في القرطو وعادي كيما موال فام وحندير هنه يا حبيبات هكا بيوضة وشوية هنديرهم غوز وشوية صفورة حبيت هكا النوع بش يعني داري صغار يشوفو ياتيريهم كيما عفو داري صغار يحبو الالوان ممشوفو الديكور حبيت حاجة بسيطة ولي صح تعجب ما حبيتش هنه نعطيها ديكور تاع بريستيج ولا تعرس بس كيما قلت لكم هاد الحلوة درتها على جل حفلات على المدرسة حكا يعني بزاف امهات تكون تلفت لهم وشي خدمو وزعمالو ولادهم هادي فكرة شابة كيما شفتوا مقادير بسيطة كمية مليحة يعني ثلاثين حب الله يبارك ديكور شباب ومام القاطو جب زاف بني يعني امام اللي مراهيش مع ولاد ديرو للحفلات ننصحها تدير هاد القاطو راح يجي دوب في الفوم جربو هاد الوصفة وكل عادة ما راكم ش هتندمو انا راح نكملهم كامل ونخليهم ينشفوه وبعد ما نشفوه نقيتهم وحطيتهم في الكيسات كيما راكم تشوفو حلوة ناقة راحي وجدة في طبقها النهائي مش شكل تحا راحي تشاهي انا هاد القاطو غير خدمتو اعطيتو نيها الخرجاتو كيفاش كانوا برحاني كيفاش كانوا يوكلوا فيه اه انا فرحت قسمت هنه معاكم حبام شوفو كيفاش يجي هشيش ويجي يدوب في الفوم قسمت بالموس ذو كنزيد نقسم بيدي خير شوفو عندي ما نقول رواعا رواعا انشالله تعجبكم هاد الوصفة اليوم وتجربوها وتفرحوا بيها ولادكم واذا جربتوها ما تنسوش تبعتو ليتا طبيقاتكم على الانستاغرام ذو كما بقالي غير نقول لكم طلبوا في روحكم وانتلاقوا انشالله في وصفات اخرى مع سلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر